أربعة شواطئ مجانية بالأسكندرية أطلقت مبادرة بيئية تهدف للوصول إلى شواطئ نظيفة إدارة السياحة والمصيف كجهة راعية للمبادرة تسعى للحد من أخطار المخلفات البلاستيكية التي قالت عنها المنظمة الدولية للبيئة إنها تصل بالساحل المصري إلى 43% من إجمال مخلفات البحر المتوسط غير المدارة حالياً شاطئ مجاني بنستهدف فئة معينة من المواطنين بنقوله إن كل ما تحافظ على نظافة المكان المحيط بيك تحت الشمسية حيدي لك راحة نفسية ويدي امتباع لنا كلنا إنه المكان اللي عادين فيه مكان نظيف بدأنا بعد كده إن نتواصل مع بعض الرعاة استجابوا ودعموا الفكرة الأسر على شاطئ المندرة شرقي الأسكندرية وضعوا أكياساً وزعها منظم المبادرة بجوار مظلاتهم لجمع بقايا الطعام ومستلزماتهم على مدار اليوم تجاوباً مع المبادرة نريد شواطئ نظيفة مبادرة حكومية رسمية بالأسكندرية تهدف لتنظيف شوارع وشواطئ الأسكندرية بالصيف بغية التمتع والتنزه للأطفال في شواطئ مجانية طوال العام والأعوام المقبلة أطفال تطوعوا لجمع القمامة مغلقة إلى مواقع جمعها بالشاطئ كي يتيسر نقلها إلى مواقع أخرى بالمحافظة لذا شجعتهم المبادرة ووزعت عليهم هداية إذكارية نظير مشاركتهم ويعد حجب المواد البلاستيكية بالشواطئ والفضلات من زجاجات المياه والمواد المعبئة واحداً من الأهداف التي يدعمها جهات كثيرة دولية ومحلية بالأسكندرية لا سيما أنها تضر البيئة البحرية وتحد من قدرة المصطفين سنوياً على التنزه في شواطئ تفتح خصيصاً بالمجان لمحدود الدخل ومن ربوع مصر محمد مبروك قناة الغد الأسكندرية